مفيش مواجهة على مدار التاريخي كله شفت فيها وتابعت فيها وتفرجت فيها على مطشاط النادي الأهلي في أي بطولة ومهما كانت صعبة ومهما كانت أمام أي منافس إيه لو كان فيه جوايا إحساس كبير أنه الأهلي يقدر والغريب في الموضوع أنه الإحساس ده بقى متزايد أكتر قبل مواجهة الريال شوف بقى يعني شوف بقى شوف التركيبة شوف العقلية شوف الأهلي زرع جوانا إيه وما عنديش شك كمان أنه ده ممكن يكون إحساس وشعور غالبية الكساحة في جماهي النادي الأهلي قبل مواجهة الريال بكرة أنت رايح تقابل أقوى وأكبر نادي في الكوكب كله في الكرة الأرضية وإنت عندك إحساس ويقين أنه إحنا قادرين نعملها ورغم كل الفوارئ أراهن بشكل كبير جدا على 11 راجل في الملعب وعلى روح الفنيلة الحمرة في مباراة بكرة وشايف أن إحنا بإذن الله بإذن الله لو يومنا هنكون قادرين وموفقين في مباراة أطلقت عليه أنا أنها مباراة المجد والتاريخ خلوني أرحب زميلي اللي بستمتع بيهم دايما في السادسة بلال محسن وفاروق عصام المحلقين الفنين اللي هيكلمونا أكتر عن ريال مدريد أكتر ما هيكلمونا عن الأهلي مساء الخير بلال مساء الخير فاروق مساء الخير يا أحمد نورين الدنيا أهلا طبعا بحضريك السيد أحمد وسعيد أن أنا مع حضرتك ومع فاروق طبعا نورين الدنيا أهلا بيك فاروق أهلا بيك وسعيد دايما أنا بابع معاكم ومع بلال وأجواء مختلفة دايما يعني خليني بس أنتوا عارفين في يعني تعاون بروتوكول تعاون بنا وبين قناة ريال مدريد يعني طبعا هم بعتونا ماتيريا الكتير مرتبط برحلة الريال للمملكة للمغرب وتواجدوا في إراباط وتدريباته ووصول البعثة وطبعا دي لقطات من الستوديو التحليلي اللي اتعامل في قناة ريال مدريد بمناسبة اللقاء اللي هيجمع بين أهلي وريال بكرة فوارد جدا أنتوا تكونوا بتظهروا كمان شوية على شاشة ريال مدريد عشان تبقوا عارفين بس وبالمناسبة دي أقول للزومة في قناة الريال يعني معنا واحد مدريدي عشان إحنا محايدين برضو في انتماءات مدريدية جنب الانتماءات الأهلوية بس أعايز أقولهم إن أنا بكرة مش هبقى مدريدي بكرة بيعت الريال لا لا أنا أهلاوي الأهلي قبل مدريد يعني لما يتقابلوا مع بعض لا طبعا النادي الأهلي في إياه المقام الأول طبعا والله هو مش قصة أهلي بس هو قصة مصري كمان يعني حقيقة الأهلي مش عرف مصر ومكاسب مصر والرياضة المصرية مش مكاسب الأهلي بس مكاسب اللحاء الأهلي في البطولة دي أعتقد ليها يعني فوائد كتيرة جدا هتقود على سمعة الرياضة المصرية وسمعة الكرة المصرية في العالم كله إن شاء الله بإذن الله قبل ما أتكلم في الفنيات وأرقام وتحليل ورؤية وتشكيل وخطة كمشجعين للنادي الأهلي الأول عايز أعرف إحساسكم ميه قبل مواجد بكرة يعني أنت حاسس بي وانت عاد معنا بلوقتي يا بلين يعني يمكن زي ما حضراك قلت كده أصوز أحمد يعني مباراة المجد إحنا شخصيا أنا وحضرتك وفاروق وكل العاملين في القناة وكل المشجعين كلنا حاسين إحساس يعني غير مسبوق إحنا هنلاعب ريال مدريد ريال مدريد زي ما حضراك قلت كده نادي القرن أفضل فريق في العالم كل الكلام دوت حاجة بتحصل لأول مرة يعني يمكن المختلف في الموضوع إنه زي ما حضراك قلت في الحلقة قبل كده لما قلنا إن إحنا إن شاء الله هنوصل وهنواجه ريال مدريد في حضراك روح تقيل هنواجه ريال مدريد في مباراة رسمية ده الجديد إن إحنا هنلاعب ريال مدريد النادي الكبير الإسم العظيم ده في مباراة رسمية دي حاجة بتحصل لأول مرة في التاريخ فإحنا بنعيش مشاعر ما عشناهاش قبل كده سواء كمسؤولين كإعلاميين كجمهور ككل حاجة بنعيش لحظات غير مسبوقة يا رب يا رب يا رب إن شاء الله المشاعر اللي إحنا فيها دي تكمل بكرة إن شاء الله بكتابة التاريخ النادي الأهلي زي ما حضرك قلت قادر على المستحيل ليس أهلويا النادي الأهلي دايما في أغانيه وفي شعاراته بطل عد حدود أفريقيا ولسه في قلبه حلم كمان لسه في حلم عندنا جوانا داخلنا ساكن جوانا مؤمنين بي لو صدقنا بكرة إن شاء الله زي ما إحنا كجمهور وحضرك بدأت الحلقة كده وقلت إن إحنا مصدقين وعشمنين إن إحنا إن شاء الله نعمل حاجة بكرة لو اللعب إن شاء الله بكرة والجهاز وده عشامنا فيهم صدقوا كده إن شاء الله بإذن الله الحلم ده هيتحقق بكرة إن شاء الله فاروق عزالك أنا الكلمة لك قلت الإحساس ده يمكن أنا عندي لوحدي بس أنا ما بشوفش أهلاوي الأيام الفاتد دي وأسأله غير لم يقولك لا إحنا ممكن نعمل حاجة مع ريال مدريد هو ده تشجيع النادي الأهلي وهو ده النادي الأهلي نعود جامهيره دايماً إنه أي مباراة على مدار تشجيعك للنادي الأهلي ما شفتش مباراة النادي الأهلي داخلها وما بالعبش على الفوز أو النادي الأهلي داخلها وبتموح الفوز أكيد إحنا مش داخلين طالبين من اللعب إنها تكسب ريال مدريد إحنا نتكلم في الأول وفي الآخر إن ده نادي ريال مدريد أفضل نادي على مستوى العالم والمباراة اللي إحنا بنقول بقى مباراة الأحلام هي مباراة المليون ونص دولار يا مباراة كانت منتظرة في تاريخ النادي الأهلي أنه يواجه ريال مدريد في كاس العالم الأندية يمكن على مدار كل النسخ اللي فاتت واجهنا فرق أوروبية واجهنا فرق من أمريكا الجنوبية لكن مواجهة ريال مدريد بشكل خاص كانت مواجهة منتظرة وأعتقد حاليا خلاص يعني سعب بتفصيلنا عن مواجهة الأحلام ولازم اللعيبة وأعتقد أنه ده موجود عند كل اللعيبة أنه هم داخلين مباراة زي ما قلنا مباراة المجد ومباراة الشهرة وهي اللاعب نوعين المباراة دي إما أنه تكون فرصة ليك أنه تثبت وجودك وتثبت أنه تلعب قدام العالم كله يتفرج عليك ولعب تاني ممكن يكون المباراة بالنسبة له تبقى كبيرة كبيرة عليه شوية فاللعيبة نوعين وأعتقد لعيبة النادي الأهلي مرت بتجارب كتير جدا تخليها جهزة للقاء ريال مدريد ولمواجهة ريال مدريد وأعتقد أنها ظروف مثالية حاليا موجودة أن أنت تواجه ريال مدريد وليه لا أتحقق مكسب على ريال مدريد هو يعني من من حسن الحظ وإحنا دايما نتكلم على مشاركات الأهلي في المطولة أنا عايزة أرجع لكلمة مش بنوت طوب دي عايزة أقف معها شوية بس عايزة أقول لك أنه بتحس أنه أنت كل مرة بتكتب عن إنجاز جديد بيحاول نادي الأهلي أو فوز بيحاول في بطولة كسر عالم أو مواجهات حتى مع أبطال إحنا واجهنا باوميونيخ عابل كتده وواجهنا بالميروس عابل كتده ووجهنا منترية عابل كده وكلهم أبطال قار masse أبطال قارات اليوم تقولهم وليم وزنهم والفوارق النسبية يعي طبعا أنفر قرن بالميروس في أمريكا الجنوبية في منترitto في المكسيك في أمريكا الشمالية في أكراند في أكلاد في باوميونيخ في بالميروس يعني كل واحد ديه لكن الفوارق فوقات كتيرة جدا جدا تبعا مش بتصب في صليحنا لكن النتاجة عكس كده خليني اقولك انه وكأن اللي بيحصل او اللي حصل بالذات للجيل ده سيبك من الخمس نسخ اللي قبل كده انا عايز اتكلم على اخر ثلاث نسخ دول وكأن اللي بيحصل للجيل ده كان كله تمهيد انه احتكاك خبرات تجربة عشان توصل للبطولة دي ويبقى عندك الفرصة دي في انك انت تروح ابعد من كل البطولات اللي انت شاركت فيها عبلي كده احساسي كده بالظبط يعني يمكن زي ما حضرتك قلت كده الظروف بتخدمنا جدا ان احنا ما كناش اصلا هنشارك في البطولة فاتعدل مكان تنظيم البطولة وربنا سبحانه وتعالى اراد لنا ان احنا الروح البطولة جينا من بعيد تغلبنا على منافسين صعبين جدا يمكن اوكلاند بطل كاريتو بعد كده سياطل بطل كاريتو قدرنا انفوز في المباراة الاولى ومباراة تانية والروح بقى لمباراة الحلم ومباراة المجد ومباراة ريا المدريد فدايما حتى في بطولات اوروبا يمكن حضرك عارف اليونان وكان فيه منتخبات دايما بالظبط والدنمرك بالظبط ما كانتش متأهلة وتدخل بالظبط تدخل تاخد البطولة فانا عندي نفس الاحساس ان احنا جينا من بعيد قوي ما كانش في الحسبان او ما كانش مترتب لي ان احنا نشارك طبعا عدالة السماء ان شاء الله ان شاء الله يكون ده ترتيب ربنا لنا في البطولة واي ان كانت النتيجة احنا راضيين زي ما قال فاروق احنا مش هنطلب من اللعيبة اكيد مفيش مدرب هينزل يقول للعيب للعيبته بكرة خاصة في الوضعية والفروقات الجامدة انزل الفوزة على ريال مدريد ولكن انزل انا بس عندي يعني في تعليق كده عايز اقوله حضراك اتكلمت عن موضوع الحجز النفسي يمكن لو رجعنا لمباراة الاهل وريال مدريد يا فاروق يمكن تفتكر كان اول تغيير للنادي الاهلي في الديها خمسة او ستة كان خروج اشرف امين ونزل ابو المجد مصطفى خرج منو الجزي بعد المباراة دي وقال ان اصابة اشرف امين كانت اصابة نفسية جاله خضة اشرف امين كان لسه منتقل النادي الاهلي حديث العهد وفجأة لقى قدامه روبرتو كارلوس وفيجو وزيدان فجاله زي خضة مستحملش وخرج ونزل بدله ابو المجد مصطفى في المباراة دي تحديدا الموضوع الحاجز النفسي ده كان موجود لحد فترات قريبة ولكن احنا لو كنا بصينا على تشكلة النادي الاهلي وانا مش عايز اطول في الحتة دي يعني هنجد ان محمد الشنوي اول حارس عربي وافريقي يفوز بجائزة افضل لاعب في المباراة في كأس العالم 2018 محمد عبد المنعم السردباج بتاع النادي الاهلي لعب على هلر مهاجم دورتموند في كاس الامم الافريقية بالزرق لعب على ساد يومانية لعب على فينست ابو بكر كل ده وقدر ان هو يتفوق عليهم نجد ان علي معلول اخر مشاركة عالمية لي فاز على منتخب فرنسا مع منتخب تونس في كاس العالم محمد هاني تقلق وليه دايما الحضور مميز في كاس العالم للاندي لا ده محمد هاني عمل مباراة مباراة العمر قدام باي ميونيخ قدام كينجس لي كومن والفونزو ديفيس بالضبط تتكلم على اثنين من اثنين بتاع العبقه هو اساسا سرعات ومهارات عايز بقى كمان اقول كمان ان بيرسيتاو مع ستاندر دولياج البلجيكي شارك امام ريال مدريد في دور ابطال اوروبا وشارك امام منشاستر لونيتد في الدور الوربي وعمل مباراة مميزة وقدم مستوى كبير حسين الشاحات شارك مع العين امام ريال مدريد وعمل مستوى كبير فانا شايف ان قصة الحجز النفسي ما بقيتش موجودة يمكن مباراة اه بالضبط اه يعني احنا كنش حاجة للصندي غير صندي ولسي اكتر من 20 سنة والمباراة لسا عايش معنا وهي في الاول في الاخر مباراة والدي انا كنت بقول في اول حلقة فاروق انه في مطشاط مش ممكن تتمحل الزاكرية الاهلي والصفاقسي في نهائي دور ابطال برة في الست الاهلي والترجي نهائي دور الإبطال برة الاهلي والزمالك نهائي دور الإبطال هنا في القاهرة المطشاط دي هتفضل محفورة في الزاكرية وهو مع ذلك قلت أنه بكرة ممكن تكون أعظم مباراة في تاريخ النادي الأهلي ودي ميزة أنت تكون لعيب في النادي الأهلي ما أعتقدش فيه لعيب في مصر هتتحلوا الفرصة دي غير ما وهو موجود في النادي الأهلي عشان كده النادي الأهلي دايماً جاذب لكل النجوم لأن النادي الأهلي مش بس النجوم النجوم اللي بتدور على أنها تحقق أو تكتب تاريخ النجوم اللي بتدور على أنه طموحها يكون المجد والقابل والمطلاط يعني ده جزء من المنتاليتي أو العقلية اللي مطلوب في تركيبة لعبي النادي الأهل. إنه شخص جاي جعان بطولات نفسه يكتب تاريخ لنفسه ويحقق مجد لنفسه. القصة في الأهل أنا بقول دايماً مش شهرة وشعبية وفلوس. جزء من قصة ممكن يكون كده. لكن الجزء الأهم في التركيبة هو طموحك وقدرتك ورغبتك في أنك أنت تبحث عن ذاتك. يعني الكلام مش يبدو أنه هو كبير لكن ده حقيقي مطلوب في أي لعب يلبس تيشرت النادي الأهلي. طبعاً يعني تيشرت النادي الأهلي يعتقد أنه هو نادي حالياً هو نادي متواجد في مصر لكن هو خلاص نادي عالمي. أنا بنشوف حتى اليوتيوبرز بره ولما الناس كلمت عن نادي الأهلي بواجه ريال مدريد. النادي الأهلي بالنسبة لهم هو مش مجرد نادي من أفريقيا بواجه ريال مدريد. لا هو نادي معروف عالمياً التيشرت بتاعه موجود وحتى جابوه وتصور به أكتر من يوتيوبر مشهور. شوفنا النادي الأهلي لما كمان ريال مدريد بينزل صور لشعار النادي الأهلي أو النادي الأهلي المنافس بتاعه. بنشوف التعليقات موجودة. الناس عارفة النادي الأهلي وتجارب النادي الأهلي في كاس عامل أندية. ما أعتقدش فيه نادي في أفريقيا ليه البعدة على مستوى العالم. فوجود اللعيبة في النادي الأهلي هو بيضيف لها. وأعتقد حتى من وجوه اللعيبة كده شايفينها هناك أعتقد أن اللعيبة بتمر بأفضل فتراتها. لأن أنت بتواجه يعني أنت عتب مباراة للتاريخ. يعني للتاريخ لكل لعب. وأتمنى لعبة النادي الأهلي بكرة تكون متحررة من كل الضغوط. ما يكونش فيه ضغط على أي لعب. زي ما قال بلال أنه ممكن يبقى العامل النفسي مهم. لكن أعتقد أن اللعيبة هتستغل الفرصة. وهتستغل المباراة زي دي وأهميتها أنها تمتع الجماهير وتمتع نفسها. وأعتقد أن حتى جماهير النادي الأهلي مستنية بكرة. متعة أكتر من مباراة بير ميونيخ حتى في النسخة اللي فاتت. يمكن كانت المباراة فيها تحفظ شوية. لكن إحنا بقى بنطالب أن يبقى فيه متعة وفيه أداء جيد. لكن زي ما نقول دايما في الملعب النتيجة. مش مهمة أكتر من الأداء في المباراة دي تحديدا. أنت لو ما حققتش فوز على ريال مدريد. الجماهير مش هتخرج تهاجمك ومش هتخرج تنتقدك. لكن إنت لو قدمت عرض جيد ضد ريال مدريد. الجماهير بالعكس هتخرج مبسوطة من المباراة. وهتخرج حتى المباراة تفضل في ذكرتها للأبدي. عايزة أتكلم على كلمة محدش بيطلب. يعني أنا شايف أنه لا يحق لأي حد أن يطلب من لعبة نادي الأهلي أنها تكسب ريال مدريد. بما فيهم. طبعا الجمهور ما بيطلبش. أنا عارف أنه أغلب الجماهير يعني بتقول للعيبة. إحنا عايزين أداء كويس عايزين مباراة حلوة عايزين مباراة نفتكارها عايزين كنت يعملوا اللي عليكم بس. النتيجة بالنهاية في النهاية بتاعة ربنا. ده ده السوادى الأعظم يعني من الجماهير. ولا حتى الجهاز الفني ممكن يطلب ده منه. شاءًا ده وجهة نظر يعني ما فيش ما فيش جهاز فني ممكن يطلب من فريقه أنه يكسب ريال مدريد في مباراة رسمية في بطولة كاس عالم. ده ممكن يبقى لتأثير سلبي. ولا حتى قدرت النادي لأهلي بما فيها كابتن محمود الخطيب أعتقد رسالته عتكون اعملوا عليكم وازهروا بشخصيتكم. لكن الوحيد اللي ممكن يطلب ده من اللعيبة هي اللعيبة نفسها. أنا بشوف أنه اللعيبة بينها وبين بعض عليهم أنه هم يتكلموا في أنه إزاي إحنا نحقق ده لإدارتنا والجهازنا الفني والجمهورنا اللي واقف في ظهرنا. الوحيد اللي ممكن يكون بيرتفع بسقف طبوحه أنه يخش المباراة دي وتركيزه كله على المكسب هم اللعيبة نفسه. طبعا وده اللي حصل مع منتخب المغرب. يعني إحنا كنا تكلمنا أثناء إقامة كاس العالم وقلنا أن سر تفوق المغرب ووصولها للأدوار المتقدمة الغير مسبوقة تاريخيا في تاريخ العرب في كاس العالم. أن لعبة المغرب مصدقة نفسها على أرض الملعب. مش هيبين الموقف يعني المغرب في مباراة البرتغال هي اللي بتهاجم البرتغال على أرض الملعب. البرتغال بتمتلك نجوم كلهم بيلعبوا في أعلى المستويات وفي أكبر الدوريات وفي أكبر الأندية الأوروبية تمام. ولكن على أرض الملعب الموضوع مختلف. حالة الفريق إيه على أرض الملعب؟ لا المغرب هاجمت البرتغال وقدرت تحرز هدف وتتقدم وتحافظ عليه وتخرج بالمكسب والصعود. فإنت زي ما حضرك قلت كده اللعيب على أرض الملعب لو سدقت نفسها وأمنت بحظوظها أن احنا نزلين 90 دقيق 11 لعب في حضوك. احنا عارفين ومعترفين واللعيب نفسها عارفة أن فيه فرقات. احنا مش هنتكلم في النقاش أو موضوع الفرقات. لا الفرقات موجودة ولكن حالة اللعيب أيه من يوم المباراة؟ أنا ممكن أستغل مثلا دلوقتي أن فيه فترة تراجع في النتائج لريال مدريد وده ظاهر واضح. ممكن الناس تقول أن ده هيبقى دافع لريال مدريد طبعا وزي ما طلع رودريجو البرازيلي لعب ريال مدريد وقال أنه هو منتظر مصابقة كاس العالم الأندية علشان يعود إخفاقات الليجة وأنه هو بينتظر بفرق الصبر تتويجه وتتويج زميله بالبطولة. فده ممكن يكون دافع ليهم النتائج المترجعة. مش شرط أنها تكون عامل سلبي على ريال مدريد. ممكن تكون دافع ليهم أن هم رايحين كسر العالم ببنية التعويض وإسعاد جماهيرهم عن النتائج المترجعة. وممكن أنا كنادي أهلي أستغل الحالة ديت فنيا. إحنا بنتكلم فنيا إحنا مؤمنين بحظوظنا. إحنا كجمهور كمحللين كلاعبين. أنا مؤمن وقاعد هنا علشان أتكلم أن النادي الأهلي عنده فرصة إن شاء الله بكرة. قادر. آه قادر. النادي الأهلي قادر بالزبط. وحسب رؤية الجهاز الفنية في الملعب. يعني التوظيف اللعيبة التاكتيك الزائق في العالم. مفاتيح لحب ريال مجيب كل ده شغل فني. هنتكلم فيه دلوقتي معيكم. بس أروح لفاروق. يعني ده مشهد أو مكسب. أنا شخصيا فخور أنه شاشة الأهلي وقناة الأهلي جزء منه فكرة أنه يكون فيه بروتوكول تعاون. والتأكيد طبعا الناس دي ما بتهزرش. تتكلم على واحد من أفضل الأندية في العالم. فلما قناة ريال مدريد يبقى فيه بينها وبين النادي الأهلي بروتوكول تعاون. ويبقى فيه تبادل للمواد اللي يتم بثها في القناتين. ويبقى فيه ظهور أساسا لشعار النادي الأهلي. لوجو قناة الأهلي بداية. وشعار النادي الأهلي كنادي على شاشة ريال مدريد. ده بالتأكيد مكسب كبير جدا. شايفه إزاي حاسس به إزاي. ترجمته. خلينا نقول إن العلامة التجارية للنادي الأهلي قبل بطول الكاس العالم الأندية. النسخة الحالية كانت شيء وبعد البطولة واخلال البطولة هي شيء تاني تماما. لأن النادي الأهلي أدار الموضوع تسويقيا بشكل جيد جدا قبل البطولة. سواء بقى عن طريق الرعاية لجملة النادي الأهلي. أعتقد إن ما كانش فيه راعي أو براند داخل يرعى النادي الأهلي. وهيرفض فرصة إنه هو الظهور على مستوى العالم. وعلى مستوى القنوات اللي إحنا بنتكلم بكرا للمباراة. مزاعة تقريبا في جميع أنحاء العالم. فكاد فرصة لكل الرعاية. وحتى النادي الأهلي أعتقد إنه هو هيبني على بطولة زي دي. هيبني عن شعاره موجود في أسبانيا وموجود في العالم كله. بعد كده يعني هيبقى صعب جدا أن أنت كشركة أو براند تروح تتعاقط مع النادي الأهلي. النادي الأهلي هو الوحيد اللي ممكن في أفريقيا يوصلك للمرحلة دي. بالضبط للعالمية. كمان بنتكلم إن المباراة دي هتضيف لنادي الأهلي مكاسب أعتقد كل المكاسب. مكاسب رياضية ومكاسب مالية ومكاسب حتى للعالمة التجارية زي ما تكلمنا. وحتى بروتوكول التعاون ده أنا شايف أن الريال مدير كمان هو مستفيد منه. أنت النهاردة المشاركة دي فاروق يعني بمواجهة سياتل ساوندرز هسسني أوكلند شوية. يعني أطلع نيوزيلندا أو أوكيانوس بره للحسابات شوية لأنها بعيدة علينا قوي. لكن لما تكلم على اهتمام وسائل أعلام في أولادة المتحدة الأمريكية وحتى المكسيك يعني بما نحن نتكلم عن كونكا كاف. وأوروبا أكبر قوة اقتصادية في العالم كله قارتين يعني هم تقريبا مستحوذين على أغلب موارد اقتصادية في العالم. هحط معهم فضل الصين واليابان مثلا وكوريا والهند مثلا يعني دول فأسي. فأنت بتكلم على رواج اقتصادي كبير جدا قدرات تسويقية كبيرة جدا يكفي بس أنه شعار يعني تيشرت النادي الأهلي أو الشعارات المحطوطة عليها والوجهات المحطوطة عليها بتظهر في ولاية المتحدة الأمريكية وفي أوروبا وفي وسائل أعلام وفي ماركا وفي أس وفي قناة ريال مدريد. ده في حد ذاته قيمة مضافة كبيرة جدا لإسم النادي الأهلي. ولما تيجي تتكلم على عقود رعاية قادمة بإذن الله للنادي الأهلي. تتكلم في لفل تاني خلص تدخلين على لفل الوحش. فيما يتعلق برضو باقتصادياتنا عشان نبقى متفين في النهاية أن احنا يعني لو وفر لنادي الأهلي عشرة في المائة من ميزانات نادي زاريال مدريد. السورة هتبقى مختلفة تماما. أنا الحتة دي فكرتني بيه دايما السؤال هو ليه النادي الأهلي بياخد المبالغ دي. هو ليه النادي الأهلي بتجيله العقود دي. هو ليه النادي الأهلي كله بيتهافت عليه. طب ما هو يا جماعة الإجابة واضحة وصريحة مش محتاجة أي محلل مالي أو محلل تسويق. أنا كبراند هروح ليه للنادي الأهلي لو هو ما بيقدم ليش الإضافة. أنا هتفعله الفلوس عشان هو بيقدم لي إضافة. مش موجودة عند أي منافس تاني أو مش موجودة عند أي نادي تاني. فالنادي الأهلي وجوده في بطولة زي دي أعتقد يعني أكبر رد على أي حد كان بيتكلم الفترة اللي فاتت على العودة الموجودة لنادي الأهلي. أو الاهتمام الزايد عن الحد النادي الأهلي. لأنه طبيعي وما فيش اهتمام زايد عن الحد أو حاجة. هو طبيعي النادي الأهلي موجود في مكان زي ده. العالم كله بيتكلم عليه مش بس داخل مصر. لا العالم كله بيتكلم حاليا على النادي الأهلي. بمناسبة العالم كله بيتكلم تعالوا نبص كده أسبانيا إيه الأخبار يعني أنت بتتكلم طبعا على واحد من أكبر الأندية في العالم وبالتأكيد طبعا مع برشتونه هو يمكن يكونوا أكبر وقتلاتكم مادريد أكبر نادين أو تلاتها في أسبانيا فبالتالي فيه اهتمام كبير جدا من الصحافة الإسبانية بمواجهة الأهل والريال تعالوا نشوف كده الصحافة الإسبانية كتبت إيه جاهزة معنا يلا دي الماركة دي الموندو دي بورتيفو الموندو دي بورتيفو قالت طبعا أنه الأهل في مواجهة الريال في قبل نهائي كاس العالم للأندية وتكلمت طبعا على أهم على الجهاز الفني في النادي الأهلي وعلى نجوم النادي الأهلي اللي هيواجهه الريال بكرا صحيفة كتالونية صحيفة كتالونية تكلمت كمان أن الأهلي قادر يحقق النتيجة إيجابية ضد ريال مدريد في طبعا كتالونية برشلونا يعني أهم حاجة يعني هذه اللي روحة نتيجة هتبقى حفلة في كتالونية هتبقى حفلة في كتالونية كتالونية تنمسى إلى بكرا طيب نروح للبعدها دي الأي بي سي إن الريال مدريد طبعا هيدخل مواجهة مع فلسامي فاينل لكاس العالم للأندية في مواجهة الأهلي المصري مصورة طبعا لمستر معسل كولر طبعا موديل فني للنادي الأهلي طبعا دي الماركة الأسبانية في الرباط الريال مدريد يواجه 11 مقاتل مصري في يعني لملك أفريقيا وهنا طبعا صورة طبعا لسكواد النادي الأهلي اللي ظهر في الصورة ماركة يتصدرها سكواد النادي الأهلي تيشورت النادي الأهلي نجوم النادي الأهلي شيء الحقيقي يعني مشارف جدا طيب عشان نتكلم على الأرقام أكتر وعشان نتكلم على التفاصيل اللي ارتبطت بها ارتبط بها اسم نادي الأهلي في تقارير معظم الصحف الأسبانية وأكلمكم على الريال الموسم ده والأهلي الموسم ده عامليني إزاي في مواجهة بعض خليني بس أروح لفاصل ونرجع نكمل مع بلال فاروق في السادسة طيب قبل ما أدخل في الأرقام خليني أقول لكم أنه ده يمكن يكون واحد من الحاجات اللي مخلياني أو مخليه كتير من الجمهور يراهن على مطشبك على إمكانية الأهلي أو قدرة الأهلي على تجاوز ريال بكر ودي مرتبطة كمان بالأرقام يعني قصة مش قصة عن ترية مش قصة يلا إحنا الأهلي ونقدر لكن كمان الأرقام لها دلالات والغيابات بالتأكيد لها تأثير لكن تعالوا نشوف مع بعض كده مبدئيا ومع بلال وفاروق إيه هي القيمة التسويقية للفرق الأربعة اللي وصلت للدور قبل النهائي في بطولة كاس العالم للأندية فاروق طبعا احنا بنتكلم من ريال مدريد على الصدارة والفارق كبير ما بينه ما بينه ما بينه منافسين حتى في لامينجو نادي فيه نجوم كتير موجودة منهم أرتور فلاء فيدال نجم برشلونة وبير مينيخ ويوفينتوس السابق وفيه حتى نجوم كتير يعني ديفيد لويز ونجوم كانت موجودة في الدورات اللي وبيعشان كده يمكن شوية القيمة التسويقية بتاعتهم العالية بعد كده نادي الهلال بنجوم وطبعا المحترفين الأجانب في السعودية معروف ان هم تمانية فدايما في نجوم برضو ليها مثل تسويقية العالية بعد كده النادي الهلال بتسعة وعشرين مليون وهو النادي الرابعة نحن نتكلم الأربعة الأعلى قيمة التسويقية في البطولة هم اللي قدروا يتأهلوا لنص الناية سيادة الساوندرز أعلى مننا أعلى من النادي الهلال سيادة الساوندرز وصل تمانية واربعين أو تسعة واربعين مليون يورو أعلى كمان من الهلال وعلى كمان من الهلال في فارق كبيرة من بلد الدوري الأمريكي والدوري المصري وحتى كنت أتكلم مع صحفي أمريكي في الموضوع ده وقال لي أنها اتفاجئت بالنادي الأهلي وتفاجئت بالمستوى اللي موجود في أفريقيا وتقول لأ مش في أفريقيا كلها اللي كده النادي الأهلي بس هو اللي كده صحيح يعني كمان 220 مليون فرق فالقيمة التسويقية طبعا كبيرة جدا لكن في الملعب في الملعب ما تشوى الكلام ده آه طبعا من القيمة التسويقية طيب خلينا نروح لتاريخ مشاركة الأهلي والريال بما أصفوهم طبعا من أكتر الأندية لعبا للمباريات وأكتر الأندية بالمناسبة خلينا أصحح معلومة يمكن مع فوز الأهلي على سياتة الساوندز الأهلي بينفرد بالمركز التاني من حيث عدد المباريات اللي كسبها في البطولة في مشاركاته في بطولة كاس العالم يعني كنا في المركز التاني مشاركة مع البرسة بسبع مباريات بعد فوزنا على سياتة الساوندز بقى الريال واحد عشر مباريات الأهلي تاني ثمان مباريات برسة ثالث سبع مباريات طيب نستعرض مع بعض تمام أرقام الأهلي أرقام الأهلي وريال مديال يسأزينكم بس وإنتم تستعرضوا الأرقام أرقام النادي الأهلي وريال مدريد من خلال مشاركاتهم في منديال طبعا الأندية ريال مدريد شارك في ستة مباريات ستة نسخ في ستة نسخ في المقابل النادي الأهلي شارك في تمن نسخ النادي الأهلي لعب عشرين مباراة في المنديال الأندية في مقابل ريال مدريد اتناشر مباراة فاز النادي الأهلي في تمن مباراة وريال مدريد تمكن من الفوز في عشر مباراة النادي الأهلي تعادل في مباراة واحدة في المقابل ريال مدريد تعادل في مبارتين ريال مدريد لم يخسر أي مباراة خلال مشاركاته في كاسة عام الأندية إن شاء الله بكرة نسجل الخسارة الأولى في سجل ريال مدريد بإذن الله في المقابل النادي الأهلي خسر في 11 مباراة خلال الثمن مشاركات وده طبعا لأن مشوار النادي الأهلي دايما بيوصل الأدوار النهائية النادي ريال مدريد سجل 31 هدف واستقبل 11 هدف في المقابل النادي الأهلي سجل 21 هدف واستقبل 26 ريال مدريد فاز بالبطولة أربع مرات والنادي الأهلي لم يحقق البطولة حتى الآن وطبعا البركز الثالث النادي الأهلي عنده في رصيده 3 مدليات برنزية في المقابل طبعا ريال مدريد ما وصلش لمباراية الثالث والرابع فهو البطل في أربع نسخة طيب الشيء الصعوبة المهمة 12 مباراة ريال مدريد ولا خسارة يعني احنا بس بنحب الجماهير النادي اللي قالي تشوف صعوبة المهمة قديه نادي ما تعرضش لأي خسارة من كل الفرقة اللي واجهها قبل كده فالمباراة برضو صعبة صعبة جدا وهو معتد كمان على وصول للمباراة النهائية دايما فبالتالي فكرة الترفيه الأوروبي بقى الترفيه الأمدية الأوروبية بس خليني ألفة النظر لنقطة مهمة جدا يمكن ما تذكرتش في الأرقام دي وهي أنه الأهلي فيه تلت مشاركات الأخيرة يعني سيبك من الثمن مشاركات لأنه منهم بايت شعيعات عليه فترة طويلة وجيل تقريبا مش موجود منه أعتقد غير رامي ربيعة دلوقتي لكن في الثلاث مشاركات الأخيرة أنت بتكلم على الأهلي حقق تمانية فوز في مشواره في ثمن نسخ تده في 2005 الجيل ده حقق ستة منهم يعني أنت كسبت الدحيل في المباراة في النسخة الأولى كسبت الدحيل وبعد كده كسبت بالميراس وكسبت المونتريي وبعدين كسبت الهلال صح كده وكسبت أوكلند وكسبت سياتر 75% من انتصارات الأهلي في المونديال من حقها العيبة دي حقها الجيل ده وده رقم برضه ملفت شوية للنظر وخصوصا أنك أنت تغلبت على كل مدالس الكروهية يعني كسبت من أمريكا الجنوبية بالميراس كسبت من أمريكا الشمالية سياتر ساوندز ومونتريي كسبت من أسيا الدحيل والهلال فبالتالي أنت تقريبا تراكم خبرات أعتقد جيد جدا للمباراة دي تحديدا لأن الجيل ده زي ما قلنا هو اللي حقق الإنجازات وحقق المكاسب فليه لا؟ ما يحققش مكسب هو الأهم في تاريخنا دي إيه اللي جاهز معنا لو ابتدتنا بالأرقام يعني عاملين دراسة لحضراتكم كده على فرقة ريال مدريد الموسم الحالي فمعنا مجموعة من الأرقام خاصة بمشاركات الأهلي والريال في الموسم اللي إحنا عايشينه ده استسننا بس من الأرقام دي ملاحظة قبل ما بلال وفاروق يخش في الأرقام ودلال الأرقام دي استسننا مباراة الكاس اللي لعيبها النادي الأهلي رغم نفاس فيها طبعا تجاوز فيها المقاولين واسموحها لأنها بتحسب من مباراة الموسم الماضي والمقاصة طبعا خلينا نقول إن ريال مدريد الموسم ده يمكن أرقامه شوية بتدل على تزبزب واضح في المستوى بدأ الموسم بشكل مثالي وعمل سلسلة له هزيمة كانت رائعة جدا مع أنشلوتي وكله قال إن ريال مدريد بعد الفوز بدور الأبطال والثنائية في الموسم الماضي هو مكمل الموسم وبدأ الموسم بشكل جيد بعد كده حصل كده دون ودروب في أداء الريال مدريد خسر السوبر ضد برشلونة وأكتر من هزيمة وتعادل في الليجة خلوه فقد الصدارة لو بنبص على الأرقام هو لعب 36 مباراة بين دور الأبطال والكاس والدور الأسباني 23 فوز وشن دي حاجة يعني كان خلينا نقول أرقام الأهلي وأرقام الريال في كل واحدة من دول يا فاروق المباراة للنادي الأهلي 19 لكن طبعا الموسم في أسبانيا وفي أوروبا بدأ قبل الموسم عندنا الفوز في النادي الأهلي 16 والفوز للريال مدريد 23 ونسبة الفوز للنادي الأهلي أعلى بكثير من ريال مدريد تعادل أربع تعادلات للريال مدريد وأربعة للنادي الأهلي نادي الأهلي بلا هزيمة حتى الآن في الموسم بتاعه والنادي الريال مدريد بخمس هزيم منهم الليجا ومتوزعين على الليجا وعلى هي الليجا بس يمكن هزيم كلها والريال مدريد كانت في الليجا الأهداف خمسة والسوبر 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 أسبانيا لكن هو ما خسرش في دور الأبطال وما خسرش في كاس أسبانيا لا بس شال 3 من برسلورة مع 3 جمزين يعني كبيرة طبعا نتيجة كبيرة في السوبر وهزة الفريق رقم 3 ده مميز جدا الموسم ده معنا حتى نحن في 23 فاهم هو رقم 3 مميز معنا ومع فرق تانية برضا في مصر الأهداف يمكن 65 هدف لريال مدريد طبعا لأنه لعب مباراة أكتر من النادي الأهلي 33 هدف للنادي الأهلي من 19 مباراة ودي نسبة جيدة للنادي الأهلي يستقبل 26 ريال مدريد الأهلي يستقبل 5 أهداف فقط من 19 مباراة وخليني برضو أضيف رقم بلال وفروع على الأرقام بتاعته المشاركة كأنه آخر 5 مباراة بما أننا استثننا مطشط مطشط الكاز بتاعت السنة اللي فاتت يعني طلعت منهم أنا مطش سموح آخر 5 مباراة للأهلي لم تستقبل شباك النادي الأهلي أي هدف 3 قدام بيراميدز 3 قدام الزمالك 1 قدام البنك الأهلي 3 قدام أوكلند و1 قدام سياتر ساوندز وشباك الأهلي والشناوي نضيفة فيه آخر 5 الشناوي كمان عمل رقم مميز أنه يعني يتساوى مع منويل نير في عدد الكلين شيت داخل مصابة كاس العامل من الأندية فيعني إحنا الحمد لله جماعيا وفرديا عندنا أرقام آه كويسة طبعا طيب نروح بعد المشاركات أو بعد أرقام العامة لمشاركات الأهلي والريال في الموسم الحالي تعالوا نشوف كده بالأرقام برضو مشوار الريال وأهم الهدفين وصناع اللعب طيب يلا دي إحصائية دي إحصائية عامة لمعدلات التصويب في الدورة الأسبانية التلاتة الكبار طبعا عندنا برشلونة ريال مدريد أثرتكو مدريد آه يعني برشلونة طبعا بيجي في الصدر برشلونة عمل السيزون ده عمل مستوى كويس جدا خاصة في الليجة يعني 42 أحرز أربعة 42 هدف يأتي بعدين في المركز الثاني ريال مدريد بأربعين هدف مش بعيد طبعا عن برشلونة وفي المركز الثالث أثرتكو مدريد المتراجع طبعا السنة دي بـ 29 هدف التصويب على المربع معدل التصويب على المربع في كل مباراة آه يعني يمكن ريال مدريد بقى بيجي عكس الأرقام الأهداف ريال مدريد بيأتي في الصدارة بنسبة 17 و 3 من 10 ودي النسبة الأعلى مقارنة ببرشلونة وأثرتكو مدريد ودي نسبة تصويب عالية لأن ريال مدريد بيمتلك طبعا لعبيين مميزين جدا في تصويب على رأسهم طبعا فالفيردي اللي كان دخل في تحدي مع أنجلوتي قبل بداية الموسم وقال له أنه هو لو ما أحرصش عشر أقل يعني أقل لنسبة أنه يحرز عشر أهداف أنجلوتي قال له أنا هقطع رخصة التدريبية وأنجلوتي طبعا قدم مستوى كبير جدا ولكن سوري فالفيردي قدم مستوى كبير جدا ولكن فالفيردي عنده مشكلة أنه هو من ضحايا كاس العالم يعني فيه 3 أو 4 لعبين كده لم يتمكنوا من استعادة المستوى اللي كانوا عليه هنيجي للعيبة والنقاط القوة كمان في الكروت السابتة واحد من أكتر العيبة على مستوى عالم يمشروط وكاس لا نرجع معلش نكمل بقية الأرقام نرجع الديسبلين ده خاص بالإنذارات والكروت الحمراء يعني طبعا يمكن برشونة 5 طرده 43 إنذار لكن الريال 34 إنذار ده على مدار الموسم نسبة الاستحواز فاروق 59% طبعا ناري برشونة معروف أنه في إسبانيا تيكي تاكا والاستحواز نحن نكوره في العالم الملوك الاستحواز الريال مدريد ونسبته في الاستحواز مع أنشلوتي دايما مش عالية بس ده مش دليل على أي حاجة خالص النسبة بقى اللي احنا دقة التمرير دقة التمرير في ريال مدريد عالية ليه لأن عندهم وسط ملعب هو الأفضل على مستوى العالم في وجود توني كروس لا لا ولوكا موديش كان 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 الكلام ده قبل قدري وجافي جايين يسيطروا على خط النص في العالم هو حتى النسبة قريبة دلوقتي برشونة 88% نسبة قريبة جدا الاتحامات الهوائية دي آخر حاجة طبعا أتلاتكم مدريد بيتفوق فيها 13 و7 من 10 أي حاجة هواية وجسدية أتلاتي سيميوني وجيش طبعا قوة البدنية 11 بارسة وأقلهم طبعا ريال مدريد 8 ونص نروح لتوقيتات تسجيل الأهداف في زمن المباراة على مدار المسم الحال دي الدقايق اللي بيسجل فيها ريال مدريد وخدوا بالكه هو شبهنا شوية في فكرة روح الفانيلا الميرينجي الميرينجي يعني هو شبهنا بحقيقة دي بجد شبهنا في شخصية البطل يعني ريال مدريد عنده شخصية في مباراة كتير جدا المسم اللي فات خاصة في مشاركته في دورة البطال قدر يرجع في أوقات طبعا أشهرها أشهرها طبعا مباراة الستي والمنتدى التاريخية اللي مشاقصها طبعا جمهور ريال مدريد طبعا توقيتات إحراز الاهدف ريال مدريد أقل نسبة في من الدقيقة 10% من دقيقة 1 دقيقة 10 لدقيقة 30 نسبة تسجيله الاهدف 8% بعدها بترتفع النسبة من 11 لدقيقة 20 لق量 13% بعدها بتنخفض معدل وده إقل معدل أو أقل توقيت ريال مدريد بيسجل في السيزون دوت من دقيقة 21 دقيقة 30 نسبة إحرازه الاهدف 3% فقط بعدها كيف يرتفع 10% بيفضل ثابت عليها أنا أوف مع العشر دقائق الأخيرة كده وأتكلم فيها لأنه ده معناه أنه أقوى مردود وتركيز وهنا بقى روح البطل أو شخصية البطل بتفرق كبير جداً في إزاي هتفنش الجيم ده ده احنا شوفنا مع الأهلي مناسبات كتيرة جداً ويبدو أن ريال الموسم ده في نفس القصة هتكلم على 25% من إجمالي الأهداف لسجله ريال الموسم ده سجله في آخر 10 دقائق في المبارا أعلى نسبة تهديف لريال ما تريد فعلاً من دقيقة 81 للديقة 90 نسبة 25% وده طبعاً رقم يعني مش هنقول لي يخضه لكن لازم ننتبه إحنا لآخر 10 دقائق ريال المدريد في الموسم اللي فات مع أنشلوتي حقق نتائجه في دور الأبطال كلها في الشوت الثاني منشستر سيتي بيسجل هدفين في الوقت الضايع ودد باريس سانجرمين في الشوت الثاني بيقدر يسجل فهو دايماً تغيير 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 بيب جورديولا بخروج دي بروينا مباراة إاريخية حاجة يعني بصراحة كان صعبة جداً طيب نروح للاستقبال يا كريم يا فاروق الاستقبال ريال مدريد ده معدل استقبال ريال مدريد دي الأهداف بقى شباك ريال مدريد استقبالت أهداف عاملة زي وده برضه ليه دلالة مهمة جداً في الوقت قلينا نقف عند الفترة دايماً المدرب الزاكي أو المدرب اللي عنده خبرة بيستغل لها بداية نهاية الشوت الأول وبداية الشوت الثاني دي دايماً فترة بيكون فيها رابكة شوية للعيبة أي فريق على مستوى العالم بيبقى فيه دايماً في بداية الشوت الخمس دا الأخير الخمس دا في الشوت الأول وأول خمس دا في الشوت الثاني بيبقى فيها رابكة أنشلوتي دايماً بيلعب على الفترة دي وبيقدر يسجل ريال مدريد بيتهزي فيها فأنشلوتي دايماً اتكلم عليها وقال أنه بيحاول أنه الفترة دي يكون فيه سبات شوية فالنادي الأهلي اللي لأ ممكن في الفترة الـ 24% استقبل فيها ريال مدريد من ديئة 41 إلى ديئة 50 نحن نتكلم على خمس داقيق في نهاية الشوت الأول وخمس داقيق في بداية الشوت الثاني ومع طبعاً الضغط الهجومي الكبير ريال مدريد في آخر عشر داقيق عشان يقدر يسجل في المباريات بيستقبل وبيكون فيه مساحات فبرضو دي فرصة النادي الأهلي اللي ممكن يلعب عليها في آخر عشر داقيق وشوفنا في مطش سياتل كان فيه تفكير جيد جداً من مستر كولر إنه هو إزاي يقدر يستنفذ الطاقة البدنية اللي قابل سياتل وفي آخر المباراة قدر إنه نادي الأهلي يستحوز صحيح بس خد بالك إنه سياتل في فترة اعداد فترة اعداد لكن الريال في نص الموسم يعني فبالتأكيد طبعاً اليقى البدنية للريال هتكون واحدة من العامل اللي هترهقنا بشكل كبير جداً والرهان على إنك إنت فاق يعني أنا شايف إن وسط الملعب بالذات عندنا خط تدفعنا إلى حد كبير كلهم في طفول يعني يلا نروح بعد كده لللاعبين وأرقام اللاعبين في ريال مادريد الهدفين والأكثر تهديفاً والأكثر صناعة للأهداف طبعاً يعني أعلى لعب مسجل معدل الهداف مع ريال مادريد الموسم ده أفضل لعب في العالم ويعني من حسن بقى الطالع كده أو من حسن حظنا إنه هو بيغيب عن البطولة الكريم بنزيمة طبعاً أفضل لعب في العالم وهدف ريال مادريد بتسع أهداف بيجي بعده أخطر لعب بقى حالياً في تشكيلة ريال مادريد هو بنيسيا جونيور بسبع أهداف فالفيردي زي ما تكلمنا أنه هو أحرز ست أهداف مع ريال مادريد وبيقترب بقى من رقم عشرة لتواعد معه بقى مع أنشلوت في بداية الموسم رودريجو بأربع أهداف وإيدر ميليتاو ثلاث أهداف لوكا مودريتش ثلاث أهداف وأسينسيو هدفين الصناعة فاروق الصناعة برضو رودريجو يعني على مقيمة لأنه هو لعب دايماً يعني هداف جيد وصانع جيد غليباً هو اللي هياخد مكان بنزيمة في تشكيلة هو اللي موجود دايماً موجود كراس حربة مع فينيسيوس كجناح هما الاثنين اللعيبة لهجومين المتوقعين فهو لعب مساهم المسلم دوت في تسع أهداف أربعة تسجيل وخمسة صناعة يمكن بعد كده ماركو أسينسيو اللي ما بيشاركش العدد كافي من الدايق ثلاث أهداف وفينيسيس جونيور بثلاث أهداف وده رقم شوية متراجع لفينيسيس جونيور لأنه لعب معروف أنه هو ممكن ما يكونش هداف قدير لكنه هو عنده المهارة ومفروض أنه هو يصنع أكتر من كده ثلاث أهداف هو معدل ضعيف جدا لفينيسيس جونيور ديفيد ألبا وده نقف عنده لأن ديفيد ألبا بس مش توني كروس كمان اللي بيلعب الكرات السابتة بشكل جيد كريم بن زيمة كان هو المسدد الرئيسي مع الباير مع الباير ميونيخ هو بيرفع كويس في الكرات السابتة وكمان بيصوب بشكل كويس في الكرات السابتة كريم بن زيمة ليه ثلاث صناعات وأنا عايز أتكلم أن كريم بن زيمة ملعبش الموسم ده بشكل متواصل مع ريال مدريد اتأثر بالإصابات قبل كاس العالم وحتى بعد كاس العالم ورغم كده هو الهداف اللي موجود وده دليل أن ريال مدريد ما عندوش اللاعب اللي هو يقدر يسجل بعد كريم بن زيمة لأننا نحنا بنتكلم الأهداف المتوزعة لأيبة كتير جدا موجودة فيعني غياب كريم بن زيمة هيبقى غياب مؤثر جدا جدا على هجوم ريال مدريد هكلمكم على الغيابات طبعا في لوكا مودرت شوفي تواني كروس في صناعات اللاعب خلينا بس نخلص الأرقام بسرعة عشان عايز نتكلم على الغيابات والبدائل وتأثيرهم ومشاركتهم مع ريال الموسم ده طيب بعد كده عندنا طيب خلينا نروح بقى للبدائل احنا نتكلم النهاردة الغيابات المؤكدة بداية واعرف برضو المعلومات اللي عندكم تيبو كورتوى كريم بن زيمة كان في كلام على ميليتاو كان في كلام على هازرد وإن كان هازرد دي ممكن ملوش دور كبير وبعيد قوي كان في كلام على ميندي كان في كلام على لوكاس باسكاز الغيابات المؤكدة والغيابات غير المؤكدة من وجهة نظركم ومين البداية للأمثل اللي ممكن تظهر في تشكيلة الريال قدام بمناسبة ميندي الظاهرية الأيصر الفرنسي لريال مدريت هو كان لعب مع طاهر محمد طاهر بالمناسبة في فرنسا وهم أصدقاء وحتى في بينهم متابعات على حساب التواصل اجتماعي على انستجرام وانا كنت سألت طاهر على ميندي لعب في الوهفر او لا لعب في نادي تاني لا لعب في الوهفر مع طاهر محمد طاهر في نفس الفريق وهم انا كنت اتكلمت حتى مع طاهر قبل كاف الموضوع دوت وقال انه هو فعلا يعني بيتواصلوا كده من فترة للتانية فيعني انا عايز اقول ان بكرا ان شاء الله دين ناخد منها دلالة ان هما الاتنين كانوا لعبوا مع بعض تزملوا في فريق واحد ودلوقتي هيواجهوا بعض فوالله جماعة احنا زي ما يقول نؤمن بس بالحزوز مش اكتر الفروق مش كبير بالزبط اه يعني هي بس وفكورة القدم بالذات يعني جزء كبير من اللعبة الشعبية الاكتر في العالم انه فكورة القدم ما فيش نتيجة متوقعة ما فيش يعني يعني في اي رياضة تانية ممكن اقول لك نتيجة المباراة قبل ما تبدأ لما تيجي تلعب فوليو ولا هند ولا باسكت ولا النتاج معروفة والمفاجآت اللي هامش بتاعها ضعيف جدا لكن فكورة القدم كل شيء واند وممكن اديك ميت سيناريو كان العالم كله سيف المباراة دي راحة في حتة والمباراة تهت في حتة تانية خارج بالزبط اه فنرجع بقى الموضوع الاصابات طبعا هو تأكد غياب طبعا كريم بنزيمة اه او تيبو كورتوة على المباراة الاهلي او هم مسافرواش تقريبا مع اله تيبو كورتوة مسافرش اه اه كان بيخضع الفحص النهاردة وكان احتمال لكن الفحص اعتر ما اعتقدش ان بنزيمة احتمال يبقى جاهز لمشاركة في مطش الفاينل لو وصله فاينل هو كان بيتمرى من بنزيمة النهاردة حتى كان دكتور الفريق او المعد البدن الفريق النهاردة قال تصريح مهم جدا قال ان كريم بنزيمة في العمر ده بيعمل تمرينات نفس المعد دوت لما كان لما كنت بقى أكلف كريستيان رونالدو بنفس التدريبات ما كانش بيقدر يعمل دب خلينا ناخد مركز مركز بما انه كورتوة تأكد غيابه بديل لونين طبعا لونين هو الحارس البديل اوكراني وانه حارس مرمى اوكرانيا لعب معهم وخد بطولة عالم للشباب يجد دربات صد رقلات الترجيح لكن مستوى كورة مستوى في الملعب وخصونا اعتقد هو اللي شارك قدام ريال ماورك المباراة الأخيرة اللي خسروا فيها واحد صحيح نحن نتكلم على غياب هو زي ما غياب بنزيمة هيبقى مؤثر في ريال مدريد غياب تيبو كورتوة هو غياب لا يعوض مش بس في ريال مدريد او على مستوى العالم لا يوجد حارس مرمى بقدرات تيبو كورتوة فلما تيبو كورتوة ما يبقاش موجود في مباراة زي دي اعتقد ان ريال مدريد هيتأثر بشكل كبير لان انا حتى شفت مباراة السوبر ضد فالانسيا او ريال مدريد ضد فالانسيا كان تيبو كورتوة هو اللي انقذ ريال مدريد هو اللي اهلها للمورن ايه تيبو كورتوة هو اللي جاب بتشامبيونز ليجي السنة البال مش ممكن مش ممكن حارس فرقة حارس بفرقة كاملة فان هو مش موجود جماهي يعني احنا بنتنفس الصعداء وبنقول يمكن لو فيه دلوقتي امل بنلعب عليه هو غياب تيبو كورتوة مدين امل مضاعف يعني لان حتى لو لوني ان هو حارس جيد ولكن هو في الاخر اه رجله في الملعب فترة الاخيرة وتواجد بشكل مستمر لكن هو حارس بديل مش بنفس مستوى تيبو كورتوة لو لو نقدر نقوله مش نقطة من نقاط القوة في الريال هل ممكن يبقى نقطة للنقطة الضعف ولا لا لا هو حارس جاي هو حارس جاي ممكن ما يبقاش نقطة ضعف ان هو هتستنى منه اخطاء او تستنى منه كوارث او ان هو هيساعدك بهدف او بكورة لا هو حارس جاي احنا بنكال في حارس جاي لكن هو مش حارس اسطوري يقدر يبنعك ان انت تسجل انفرادات لان تيبو كورتوة دلوقتي يوصل مرحلة ان هو بيمنع لايب ان هو سجل انفراد يعني مش بس تصويبة لا بيمنع لايب ان هو سجل انفراد لكن اللونين هو حارس عادي جايد مش حارس سيء ان نقول نقاط الضعف في مجرد لو وصلت المباراة سيناليو وصول مباراة ركرات ترجيح لا حارس جايب في ركرات الترجيح حارس جايب لان هو مع المنتخب الاوكراني مر بالتجارب وكان جايب ولكن يعني المستوى اختلف لان هو زي ما قلنا هو حارس بديل وبقاله فترة طويلة ما بياخدش يعني هو حارس صغير بالمناسبة ويمكن من ارقام انه في مشواره يعني تعرض لعشرين راكلت جزاء صد منهم تمانية وده نسبة بالنسبة لعبراس المرمى تعتبر نسبة كويسة جدا طب ده بالنسبة للكورتوى بنزيمة قلنا لقرب لتمثيله رودريجو تمام ده في بقى في مركز حساس جدا وممكن يكون صغرة يستغل لها النادي الاهلي بكرة وهو مركز الزهير الايصر وان كنت يعني مع عودة الانه طبعا انت كنت تكلم على مندي انه تأكد غيابه ولا لا لا لسه في احتمالية احنا ريال مادريد شوفنا في اخر مبارتين او ثلاث مباراتين كان بيشارك في مركز الزهير الايصر كامافينجا اللاعب وسط الملعب لان كان مندي مصاب وقلابه مصاب وناتشو كان بيخش في قلب الدفاع ويلعب نتشو يلعب بكرة هو على فكرة نتشو لعب لعب جوكر بيلعب في مركز الزهير الايصر انا بشوفه لعب مهم يعني وجوده مهم في سكواد الفريق بصرف عمنا انا بشوفهش خالص في الملعب لا انا ده هو على فكرة قدم قدم والدته دعياله جدا انه يفضل يلعب كل ده في ريال مادريد ولعبه زي جارة بيلو ورونالدو مش عارف مين ومين ومين بيقوله بطولات مع جاهز ما هي ادواره يمكن هو تعدد الادوار لناتشو هو السر بقاءه في ريال مادريد حتى الان يعني نتشو دائما بيسد اه بالظلط بيسد اي مركز فيه غياب فناتشو موجود فمركز الزهير الايصر في حالة تأكد غياب ميندي اه وعودة ألبه من الاصابة لسه مش مكتبه هيلعب في ديفيد ألبه لا ممكن بقى اه يعني لو في حالة ما يشاركش ألبه يبدأ بقى ريال مادريد بكمة فينجا في الباك الشمال ودي هتبقى نقطة قوة للنادي الاهلي لان اللعيب يلعب في مركز مش مركزه نقدر نلعب عليها طبعا هاجل تشكيل الاهلي والنقطة المحيارة الجماهيل وكله بيرهن على تشكيل خط هجوم النادي الاهلي بس نكمل بقية الغيابات انا عايز اتكلم غيابات الاصابات معروفة في غيابات تانية في ريال مادريد هو اللعيبة موجودة لكن متوقع ان هم ممكن يغيبوا ممكن لا مؤخرا سنائي وسط الملعب اللي حق لريال مادريد كل الانجازات وكل البطولات والسنائي الافضل اعتقد يعني في الاخر عشر سنين تاني افضل يعني بنتكلم الجيل تسعد لمرشلون احنا بنتكلم انتوني كروسر على جافي وبيدري ايه هاي اخضوا عصدك على تشافي وإنياستا انا بالنسبة لي مودريتش عدى الكل انا بالنسبة لي لوكا مودريتش عدى الكل لا اخليني عيد 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 انياستا انيستا بص فيش حد جيزة انيستا لغية اللاحظة دي فيش حد جيزة انيستا لايب كبير طبعا لكن مودريتش سابع مقدرش أقلل منه مودريتش يعني نتكلم نرجع تاني المباراة لوكا مودريتش وتوني كروس بيمروا بفترة أعتقد أن هي ممكن توني كروس حتى قال أنه ممكن يعتزل نهائيا بعد الموسم ده مش بس يروح نادي تاني هو فكر أنه هو خلاص وعتزل مع المتخب الألماني بعد اليورو وقال أنه هو خلاص اكتفى أعتقد من كرة القدم وممكن لأنه معرضين عليه جدد موسم واحد بس أي لعب بعد الثلاثين في مدريد بيعرضوا على أنه هو جدد موسم واحد بس لوكا مودريتش أعتقد جايله عروض جيدة جدا وبرضو رايح النصر بعرض خيالي فنحن نتكلم اتنين لعيبة هيمشوا ومؤخرا كارلو أنشلوتي ما بقاش يدفع بلوكا مودريتش وتوني كروس في التشكيل الأساسي لريال مدريد لو تكلمنا على ماتش أتليتيك في الباو اللعب سي بايوس اللعب الأسباني مع اللعيبة مع تشواميني ولعيبة تانية بتخش وكما فينجا بيوجود في وسط الملعب فهو بدأ يعمل مدورة فهل بكرة يرجع توني كروس أنا أعتقد أنه هو يرجعهم طبعا لأن المباراة كبيرة فيرجع توني كروس ولوكا مودريتش لكن هو أعادهم ليه عشان لوكا مودريتش وتوني كروس مش بمستوىهم المعهود في السنين الأخيرة وبدأ كده العمر يتقدم بيهم والطموح كمان ونتكلم برضو هو مواجهة خط النص أنا عايز بس مش عايز أنسي خط الهجوم سريعا جدا مواجهة خط نص الأهلي في مواجهة خط نص الريال شايفينها ازاي يعني حتى لو لعب توني كروس ولوكا مودريتش في مواجهة السولية والديانجو وأعتقد بممكن يمعهم كما فينجا أو تشواميني بس يعني في مواجهة الديانجو وفتحي والسولية المواجهة دي على فكرة هتشكل المغراء بشكل بنسبك هتبقى معرقة وسط الملعب يعني بكرة هتبقى معرقة وسط الملعب والأطراف يعني الاتنين دول المكانين دول بالتحديد هيبقوا أكتر أماكن فيها لعب بكرة في المباراة وسط الملعب طبعا زي ما حضرتك قلت كده مودريتش وكروس والشاوميني غالبا اللي هيبدأوا بكرة في الريال وفي المقابل حمدي وديانجو والسولية دي هتبقى معرقة سواء في الكرات التانية الكرة التانية مين هيقدر يستخلص الكرة التانية ويبدأ يبني الهجمة بتاعته والأطراف طبعا معرقة الأطراف لأن ريال مدريب بالتحديد كمان مميزين جدا في الانطلاقات على الأطراف فحمدي بقى المشكلة هل هيعود لأدواره القديمة ويرجع كرقم ستة يعني رقم ستة بقى الصريح بالظبط ومش هيعمل الأدوار الهجومية المكلف بيها الفترة الأخيرة مع كولر ولا هيستمر حمدي في الأدوار الجديدة ويبقى قلب الملعب ينجي والسولية الميزة يا بلال إيه أقولك أن الأهلي بقالوا أكتر من مباراة بيلعب 4-3-3 والسلاسي بيبقى موجود ده هيديك إضافة لأن أنت كده 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 هتلعب حتى لو كنت بتلعب 4-2-3-1 كنت هتيجي في مباراة ريال مدريد بتلعب بـ 3 فصة الماء السؤال اللي مفيش إجابة عليه هو في إجابة طبعا عليه لأن كلهم الحمد للجهزين وكلهم فايقين لكن إحنا كلنا محترين مش عارفين مستر كولر ممكن يفكر يبدأ مواجهة ريال مدريد من السلاسي الهجومي هل تلجأ هنا للخبرة يا فاروق ولا تلجأ لخبرة المواجهة الكبيرة وخبرة المواجهة مع لعيبة عندك لعيبة لعبة قدام الريال قبل كده مواجهات رسمية ولا تلجأ للمهارة التي قد تراهن عليها لصنع الفارق ولا تلجأ للنواحي البدنية التي تريد تصد وتسد في مواجهة الريال حيرة كبيرة أنا لو مدرب في المباراة دي هلجأ للمهارة طبعا للمهارة لعب صاحب المهارة في المباراة دي تحديدا بيكون في القمة بيكون على القمة عشان كده أنا قبل ما يجي حتى صادفني هدف هجمة حسين الشحات اللي عدى من أربع لعيبة من ريال مدير منهم سيد جو رامس ومارسيلو هو اللعب هي دي مباراة فأنا أتمنى يكون حسين الشحات موجود أتمنى أحمد عبدالقادر يكون موجود ويمكن يعني بنتكلم في القدرات البدنية لطاهر شوية ممكن ترجح كفته لأننا بنتكلم في فريق لا بس السراسي ده ما يجتمعش ما يجتمعش لو موجود هيبقى طاهر مكان عبدالقادر وإحسين الشحات أعتقد أنه لازم يكون موجود في المباراة لأنه هو واجه ريال مدريد وكان نجمل عين في ضد ريال مدريد وليه خبرات كبيرة ورأس الحربة طاهر والشحات ورأس حربة أنا رشح بيرستاو بيرستاو نروح لبلال هتراهن على إيه؟ أنا أراهن مهارة أو الخبرة أو البدني أنا أراهن عليهم كلهم التلاتة لازم يكونوا مجتمعين الخبرات ديها وقتها تشكيلة خط هجوم فيه التلاتة عناصر دول لأ أنا بتكلم على عوامل الخبرة لازم يكون فيها كبداية إنه مثلا خلينا أقول كل عيبت الأهلي عندها مهارة وعندها بدني وعندها خبرة بس المهارة مثلا عند عبدالقادر ممكن تبقى غير البدني عنده طاهر ممكن يبقى غير الخبرة عنده طو والشحات ممكن تبقى غير بالزبط يعني فيه تفاوت في يبقى أنا بقى اللي حكمني بكرة خاصة بقراءة فكرة مارس الكولر إن لو كولر هيبدأ بحمدي كأدوار هجومية فمش هيقدر يبدأ بعبدالقادر معي لإن هيبقى كده عندي اتنين لعيبة بأدوار هجومية محدش هيساعد علي معلول اللي بيبقى متقدم دايما للمناطق الهجومية فلو كولر هيبدأ بحمدي في نص الملعب كلعيب ستة زي أدواره القديمة يبقى أنا أفضل إن عبدالقادر يبدأ المباراة بدلا من طاهر محمد طاهر ولكن لو هيستمر حمدي يبقى طاهر علشان يأمن ظهر علي معلول في الناحية لمن طبعا أتفق مع فاروق طبعا إن حسين الشحات لأفضلية وهو كان بيمر بفترة طبعا مميزة في الفترة الأخيرة يبدأ حسين في الجهة اليومنا وفي الأمام اللعب اللي أنا براهن عليه برقم واحد بكرة إن شاء الله خضرته على التسجيل وتقديم مباراة كبيرة جدا اتنين العيبة إن شاء الله الفريق كله يبقى في حالته ولكن أنا أحس إن محمد عبد المنعم في مركز قلب الدفاع وبيرسيتاو في مركز المهاجم لاتنين دول كواليتي يشابه في رأيي نقطة أخيرة بس نقطة أخيرة مهمة جدا طاهر لازم يبقى موجود لسبب لأن جابة ريال مدريدي اليومنا في وجود فالفيردي هي الجبهة المسالية فلازم تحط طاهر لمواجهة فالفيردي يوم الأربع اللي فات كانوا هنا وقالوا نراهن على مطش الأهلي والريال يوم الأربع اللي جاي وقد كان والنهاردة رهنوا على أنه الأهلي يقدر ونتقبل يوم الأربع اللي جاي حلقة جديدة والسادسة وهنشوف إيه الأخبار بشكركم شكرا جزيلا استمتعوا إحنا جاهزين لوجبة كروية ممتعة مش بتكرر كتير بتكرر كتير على مستوى فريق مصري وبالتأكيد مش بتكرر كتير على مستوى بطولة كاس عالم الأندية مولاي عبدالله التساعة مساء بتوقيت القاهرة الأهلي في مواجهة الريال مواجهة القرن مباراة للتاريخ والمجد والشهرة أتمنى أنكم ستمتعوا بيها وكل التوفيق لفرقتنا إن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من السادسة وتحياتي لكم